كشف تقرير سري أعدهم مراقبون ومستقلون من أمم المتحدة عن إرسال كوريا الشمالية أسلحة إلى النظام السوري وميانمار وذكر التقرير أن أكثر من أربعين شحنة من الصواريخ الباليستية أرسلتها كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والأبحاث العلمية السوري الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيموية في البلاد ولم تجب بعثة كوريا الشمالية والنظام السوري في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير